اشتركوا في القناة او الستوري اللي عملها على الانستجرام هو صلاح محسن فالدنيا هديت على طول ولكن نسكت لا ما نسكتش لازم يطلع الهجاص والمسخناتي والمهرج واللي بيتحركوا ولسه هتكلم عنهم كمان شوية ولكن لازم يطلعوا يقولوا ويتكلموا ويدخلوا على العيب تاني بقى ما هو صلاح محسن الدنيا مش ماشية معايا فخلونا نروح لواحد تاني والحقيقة ما كدبوش خبر في ثانية خلال ساعات بس هو الموضوع الحقيقة الجديدة بتاع بيرسي تاو كان كوميدي شوية كوميدي ليه؟ لانه المرة دي بيرسي تاو الجنوب افريقي بيرسي تاو الجنوب افريقي هذا المواقع الاول بيقول ان بيرسي تاو قال لمارسيل كولر المدير الفني اصلا انت ملكش فيها بيرسي تاو وقف قدام مارسيل كولر وقال له انت ملكش فيها لاعب جنوب افريقي بيتكلم انجليزي وواحد سويسري ومدارب سويسري بيتكلم الماني والاثنين وقفين قدام بعض قال هله ازاي؟ ده اولا يعني نفسي اعرف قال هله ازاي عشان لما نعوز نقول حاجة برضو اللي احنا للمارسيل كولر نقول هله من غير خالد الجوادي يعني طب بلاش دي لاعب وصل لأعلى مستوياته الفنية والبدنية مع مارسيل كولر في يوم وليلة كده حاجة يوم او تاني يوم او هوم جاي اقول له ايه انت ملعبتنشي عام النهاردة فانا زعلان منك فانت مدارب ملكش فيها وكمله هم الموقع ده او الناس دي كملت اللعبة بقى وقالت لك ايه بيرسي تاو اخد بالك من الكلام بيرسي تاو رفضت رفضت تدريب بعد المباراة وكمان النهاردة مكملينها بقى ومكملين الموضوع كمل بقى قصة من وحي الخيال يا جماعة بيرسي تاو مرحش التدريب تاني يوم طيب ما هي الحقيقة طيب هقول لحضراتكم حاجتين اولا هل حضراتكم تفتكروا مباراة السوبر لما بيبقى السوبر اللي احنا خسرناها لما بيبقى بيرسي تاو جاي من رحلة طويلة غالبا اللي هي من جنوب افريقيا او من التوقف الدولي غالبا بيرسي تاو ما بيلعبش اولى المباراة او ما بيبدأش المباراة ليه اولا لانه جاي من مشوار طويل جدا ثانيا ما خدش كفايته في التمرين مع اللعبين ده الطبيعي ده اللي بيحصل دايما الفترة اللي فاتت وقلتلكم بالمثل او طيب تاني حاجة بيرسي تاو اشتكى فان هو بس قبل ما ابدأ في تاني حاجة اقولكو انه هو ما بدأش المباراة لهذا السبب لان انا بقوله ده ده معلومة بالمناسبة انه هو جاي من مشوار طويل والكلام ده كله طيب بيرسي تاو اشتكى من شد خفيف بعد مباراة ميدياما وبلغ كولر والجهاز الطبي فقول كولر قال له ايه قال له ما تتمرنش بعد المتش وتاني يوم اللي هم بيقولوا انه هو ما راحش التمرين راح التمرين عادي بس ما تمرنش مع الفرقة تمرن في الجيم عشان ايه عشان رجله شدة الواحد لما بيبقى عنده شد يعني احنا ايامنا ما كناش بنتمرن بعد المباراة طيب هم بيتمرنوا النادي القالج لوقتي بيتمرن بعد المباراة اللعبة لو ما لعبتش كتير او ما لعبتش المباراة كله كلها بتتمرن بعد المباراة فبيرسي تاو راح قال له ما عندي شد في العضلة الخلفية فقالوله خلاص ما تتمرنش تاني يوم جي وعمل الجلسة وعمل الحاجات الخاصة الطبية ثم اتمرن في الجيم ومشي بناء على الطبيب فما فيش اي حاجة غير طبيعية بالمرة في هذا الموضوع يعني قصة من وحي خيالكم لمجرد الترند والمشاهدات يا ما ارحمونا بجد لما تيجي تقلف قلف صح وفي الاخر عايز اقول لحضراتكم حاجة بخصوص بيرسي تاو وبرسي تاو تحديدا يعني بيرسي تاو انا عرفه بشكل شخصي وقريبين وبنتكلم على طول انا وهو فبيرسي تاو واحد من افضل العقليات اللي شفتها للعبين المحترفين في النادي الاهلي ويمكن بفتكر دلوقتي وانا بتكلم وحفكركم بكلمة قالها بيرسي تاو في حواره الوحيد منذ انضمامه للنادي الاهلي واللي كان هنا في البيت الكبير ومعايا وقتها كل الناس كانت معتقدة ان تعاقد النادي الاهلي مع بيرسي تاو مرتبط بوجود المدير الفني السابق بيتسو موسيماني لانه هو اللي دربه في سانداونز هو قول اتنين من نفس البلد وهو تقريبا اللي جابه النادي الاهلي وسألته سؤال مباشر في هذه الحلقة بيرسي تاو كان سألته كده يعني موسيماني اللي جابك وكده فبيرسي تاو كان رده احترافي وقاطع وواضع بدون اي مجملات قال ايه ساعتها انا اخترت الانضمام للنادي الاهلي بشكل احترافي والموضوع ليس له علاقة بوجود موسيماني او غيره وقال كده ايضا بالتأكيد كان كل شيء ايجابي اني لما اجي النادي الاهلي ولاقي موسيماني بحاجة جيدة جدا لكن وجودي غير مرتبط بالمدرب انا منضم للنادي الاهلي ولست منضما لبيتسو موسيماني ولو تفتكروا برضو بيرسي تاو كان في التوقف الدولي اللي مش اللي فات دا اللي قابله كان له حوار مع الاعلام الجنوب افريقي وقال فيه بالنص انه مبسوط جدا وملتزم جدا مع النادي الاهلي وعمره ما بيفكر يمشي وتكلم عن عقلية النادي الاهلي والتتويج بخمس بطولات وان دا لا يمثل شيء لانه خلاص تم وانتهى واصبح من الماضي وان جمهور النادي الاهلي لا ينظر الا الى وسياسة النادي ايضا لا تنظر الا في التفكير في ما هو قادم والمستقبل لان النادي الاهلي دائما مشواره يجب ان يكون مليء بالنجاحات دا اللي كان بيقوله بيرسي تاو فالحقيقة انا مش لاقي رد احسن من اللي قاله بيرسي تاو نفسه على هذه الفبركة وهذه الامور البعيدة تماما عن المهنية التي لن تنتهي فيا ريت ان حضراتكو تفبركو حاجة معقولة وتكون حصلت على الاقل يكون فيها حاجة حصلت حاجة واحدة بس حصلت هو وقف مع كولر اه وقف مع كولر ولكن انا عملت قصة من لا قصة لمجرد ان هو وقف مع كولر لكن فقدان المصدقية بهذا الشكل انا واجهة نظري ان فقدان المصدقية اصبح موضة والله العظيم ثلاثة ولكن عموما وللمرة المليون الاهلي لو عنده اي مشكلة مع اي لاعب او اي فرض في منظومة النادي الاهلي في لايحة بتطبق على الجميع كبير قبله صغير يعني موضوع منتهي ولا يستحق النقاش برضو في حق اتصاد ما ينفعش ان انا عدي مثل هذه الاشعاعات لانه ده حق الجمهور على برنامج البيت الكبير وهذه الفقرة تحديدا لانه فيها مشاكل كتيرة جدا جدا زي ما قلت لحضرتك مبارح لو انت متابع برنامج البيت الكبير انا مبارح قلت كده في نفس هذا المكان قلت يا جماعة هيخلصوا موضوع صلاح محسن لازم هيعملوا قصة تاني فده مهم جدا 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 موضوع تاني